بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى ثم ما بعد حياكم الله معنا في برنامج جاهز معكم الأستاذ فلاح الأنزي بمدرسة عبدالله الأحمد الصباح اللي من قلاله رح نقدم لكم ملخص عامل مادة التربية السلامية للصف العاشر في البداية طبعا مثل من تعرفين رح نبلج في مجال حفظ الأحاديث في حفظ الأحاديث تكون من ثمان أحاديث أخذناها في الفصل الأول وهو أول سؤال يأتي في الاختبار ويعتبر من الدرجات المضمونة الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم الحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول اللهم أني أسألك أني أشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سهل به أعطاه إذا دعي به حديث الثالث قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بن آدم على غدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال إبراهيم حين ألقي في النار وقال محمد حينما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا الحديث الخامس قال يوشك الرجل متكيا على عريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ووجدنا فيه من حرام حرمناها لا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله الحديث السادس عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد وتجاهك إذا سألت فاسأل لله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لا ينفعك بشيء إلا قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأغلام وجفت الصحف الحديث السابع كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أن يعود بك من العجز والكسب والجبن والبخل والهرم وعذاب الغب اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت توليها ومولاها اللهم أن يعود بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها الحديث الأخير قال من قتل معايدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة لو يوجد من مسيرة أربعين عاما نبدأ طبعا في مجال العقيدة في أول سؤال له أكمل الفراغات التالية ربوبية الله تعالى تنقسم إلى نوعان وهي ربوبية عامة وربوبية خاصة النفس البشرية مفطورة على الإيمان بالله الذي يغير الفطر السليمة في الإنسان هم الشياطين أنواع التوحيد الثلاثة هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات نتقل إلى السؤال التالي وهو أعرف أو قد يأتي بصيغة أخرى وهي المصطلح لما هو مكتوب التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجاذب أن الله تعالى هو رب كل شيء وأنه هو المتصرف في الملك والرزق والتدبير توحيد العلوهية إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا ونفي العبادة عن كل ما أنسه الله تعالى كائنا من كان توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله نفيا وإثباتا أيضا الصمد السيد المستقني عن كل شيء المحتاج إليه كل أحد الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان أركان الشهادة تنقسم الشهادة إلى ركنان النفي والإثبات النفي هو نفي العلوهية عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى والإثبات وإثباته العلوهية لله وحده لا شريكة عدد أثار توحيد الربوبية في نفس المسلم أنه ينجي نفسه من الحيرة والشك تنزيه الرب تعالى عن جميع النقاص يستريح منها من الرزق يؤمن بأن الشافي من الأمراض هو الله تعالى ما حكم منكر توحيد الربوبية حكمه الكفر والردة ننتقل إلى مجال علوم الحديث لماذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن في بداية الأمر أولا الخوف من حدوث اللبس عند عامة المسلمين اثنين لأن السنة متشاعبة وأمورها كثيرة ثلاثة أن العرب كانوا أمة أمية وكانوا يعتمدون على الذاكرة والحفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافة إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد سترى الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا من خلال فهمك للحديث عدت بعض مظاهر خطر الذنوب والمعاصي أنها سبب العناء والشقاء حرمان العلم الوحشة في القلب تحسير الأمور وحدوث أول كتاب صنف فيها الحديث الصحيح هو الجامع الصحيح أو صحيح البخاري يشترط البخاري لأخذ الحديث شرطانهما المعاصرة واللقاء من الكتب التي اشترت بجمع الأحاديث هي السنن الأربع وهي سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن أبي الماجة وسنن الترمذي ما شروط التوبة؟ إذا كانت متعلقة بحق الله فلها ثلاث شروط وهي الإقلاع عن المعصية الندم على فعلها العزم على عدم العودة مرة أخرى أما إذا كانت متعلقة بحقوق العباد فلها حق واحد وأن يبرأ من حق صاحبها ننتقل إلى مجال الفقه أكمل العبارات الآتية بما يناسبها القرآن الكريم حجة ثبت بطرق قطعية أنه من عند الله تعالى نزل القرآن الكريم مفرقا على فترات استغرقت ثلاثة وعشرون عام الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا لتيسير حفظه تحريم الخمر نزل على أربع مراحل الأحكام التي اجتمل عليها القرآن الكريم هي أحكام اعتقادية وأحكام خلقية وأحكام العبادات وأحكام المعاملات ما تعريف السنة هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تغرير أو سيرة أو صفة خلقية أو خلقية سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها ما مكانت السنة من القرآن الكريم تأكيد ما جاء في القرآن تفصيل المجمل تخصيص العام تغييد المطلق أو أن تأتي بأحكام أعرف ما يأتي الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعها القياس وهو الحاق حادثة لا نص فيها ولا إجماع بحادثة فيها نص أو إجماع في الحكم لتساوي الحادثتين في العلة أكمل العبارات التالية من شروط الإجماع أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين إذا اتفقت أراء المجتهدين جميعا الحكم واحد في مسألة صار الحكم ملزما ووجب اتباعه أجمع الصحابة الكرام على مساء الكثيرة منها جمع القرآن الكريم وجمع المصلين على إمام الواحد في صلاة التراويح أركان القياس الأصل والفرق وحكم الأصل والعلة تأريف الإجتهاد هو بدل الفقه وسعه في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية حكم الإجتهاد فرض كفاية أي إذا قام به البهد سقط عن الباقين اذكروا الأمور التي لا يجوز فيها الإجتهاد في العقائد وفي العبادات وأحكامها وفيما نزل فيه نص عدة شروط الإجتهاد معرفة القرآن الكريم ومعرفة السنة معرفة الإجماع معرفة اللغة العربية معرفة أصول الفقه والعلم بمقاصد الشريعة ننتقل إلى مجال السيرة ألل ما يأتي حاجة الناس إلى الرسل عليه الصلاة والسلام أولا البلاغ المبين الدعوة إلى الله التبشير والإنذار إصلاح النفوس وتزكيتها تقويم الفكر المنحرف من العقائد الزائفة إقامة الحجة وسياسة الأمة نوح عليه السلام هو أول رسل لأهل الأرض وهو أول أول للعزم من الرسل وهو الأب الثاني بالبشرية بعد آدم عاش تسعمائة وخمسين سنة قبل الطوفان أول للعزم من الرسل هم خمس نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم الأسس التي قامت عليها دعوة نوح عليه الصلاة والسلام هي توحيد الله وأفراده بالعبادة تعريفهم بصفات الله الإيمان بالبعث والجنة والنار وتعريفهم بما خلق الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء واتخذه الله خليلا وجعل النبوة في ذريته وهو أحد أولي الأسل من الرسل وأول من يكسى يوم القيامة وأول من ضيف الضيفان وهو الذي رفع قواعد بيت الله وأذن في الناس بالحج ودعا أن تكون مكة بلدا آمنا وجعله الله تعالى إماما للناس وهو الذي نصلي عليه في كل صلاة امتحن في ذبح ابنه إسماعيل ما القيم المستفادة من الآيات التالية قال الله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لي أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا الدعوة إلى الله تعالى بالأساليب الطيبة دعوة إبراهيم لأبيه بالإيمان بمنتهى البر لأنه كان يقول يا أبتي حرصه واهتماما بأبيه وهكذا يجب أن نتعامل مع أبائنا مهما كانت طريقتهم في الحوار معنا ننتقل إلى مجال التهذيب وضح مفهوم الأدب مع الله هو حسن الغياد لله تعالى بإقاع كل حركة على مقتضى تعظيمه وإجلاله والحياء منه علل الشرك بالله شد نواع الظلم لأن العبد يظلم نفسه لأنه يذل نفسه لمخلوق مثله ولأنه يظلم الله تعالى لأنه يسوي مع الله شيئا من مخلوقه ثلاثة صل العبارات في المجموعة ألف ما ينصف في المجموعة بأ واحد أن يقصد المسلم بعمله وقوله وجل الله تعالى وهو الإخلاص استشعار قرب الله تعالى من العبد على الدوام وهو المراقبة ارتياح القلب الانتظار ما هو محبوب عند الله وهو الرجاء هو بذل الأسباب مع الاعتماد على الله وهو التوكل ما صور الأدم مع الرسول توقيره ومحبته واتباع سنته الدقة في نغل أقواله إكرام أهل بيته تصديقه في كل ما أخبر فيه عن أمور الدنيا وأمور الدين الدفاع عنه ونصرته ماذا تفعل في المواقف الآتي عندما تغرأ اسم النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب وصلي عليه صلى الله عليه وسلم عندما تسمع أحد من الناس يتحدث بحديث غير صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنصحه بأن يتحرد دقة في نغل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح مفهوم الأدب مع النفس هو السلوك الصحيح أنصحه أن يتحرد دقة في نغل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون من الكاذبين وضح مفهوم الأدب مع النفس هو السلوك الصحيح مع النفس وتربيتها وتهذيبها لتكون سوية صالحة مستقيمة على المنهج الإسلامي القويم أهمية تربيت الناس في رقي المجتمعات لأن عمل المسلم أبني على الإخلاص والإتقان والإحسان صل العبارات المجموعة ألف مما يسبب المجموعة التوبة وهي التخلص من سائر الذنوب والمعاصي المكاشفة مكاشفة النفس ومصارحتها المراقبة وهي الزام النفس بمراقبة الله تعالى في كل لحظة المجاهدة مخالفتها والنفس وشهواتها مجال الثقافة الإسلامية وهو المجال الأخير الحضارة الإسلامية هي كل ما قدمه الإسلام للمجتمع البشري من قيم ومبادئ وقواعد ترفع من شأنه وتمكنه من التقدم في الجانب المادي وتيسر الحياة للإنسان أذكر أسس الحضارة الإسلامية وجوهرها في الإسلام العلم والتعلم إنسانية الإنسان الإيمان بالله والإنسان والمجتمع في الإسلام أذكر أهم عوام النجاح الحضارة أذكر الأسس الحضارة وجوهرها في الإسلام العلم والتعلم إنسانية الإنسان الإيمان بالله والعمل بشريعته الإنسان والمجتمع في الإسلام أذكر أهم عوام النجاح الحضارة الإسلامية عقيدة التوحيد السند الأخلاقي المنهج الواضح ومرونة الحضارة الإسلامية وثباتها عدد حقوق غير المسلمين في الإسلام حق العقيدة حق التعلم حق الأمن حق العمل وحق التملك وحق الجوار الجهاد هو بذل الجهد والوسع في قتال العداء من الكفار أكمل العبارات التالية أنواع الجهاد هي ثلاث أنواع جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار أدد أسباب القتال في الإسلام لرد الاعتداء والوقاية من العدوان ونصرة المظلوم سن الإسلام قواعد للقتال ووضع نظاماً وآداباً عظيمة أكتب ثلاثاً منها واحد منع قتل للأطفال والشيوخ والنساء منع قتل العمال إنسانية الإنسان أو احترام إنسانية الإنسان منع التخرير وفي الختام أتمنى أن أكون قد وفقت في نغل المعلومات وإيصالها في الشكل المطلوب مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر